اهلا بك اصدقاء على اليوتيوب النهاردة هوريكو ازاي خداع المؤسسات الضخمة اللي بتخلي السوق ينزل وحتشوفوا بنفسكم الكلام ده وبعد كده يعملوا اشعاعات يعملوا اخبار وتصريحات يخلي السوق يطلع فانت لما بينزل بتبيع بخسارة وتهرب بالسوق زي فيه ناس كتير كتابتلي ان السوق نهار وهربت من السوق ومشت من السوق مش هرجعوله تاني وبعد كده يروح مغالين الاسعار توم انت داخل وشارب بالغالي يعني باعت بخسارة بالرخيص واشتريت بعد كده بالغالي هتشوف بنفسك الكلام ده على الشاشة افكركم بدعمكم لقناة في البداية بعمل لايك شيري الفيديو واشتراك في القناة لو حبيته وتعروا بعناها ستدول وصف تحت الفيديو فيه معلومات مهمة ليكو وفيه لينكات المنصات اللي حابب يسجل فيه منصات تداول عملات الرقمية تسجيل مجانا فيه لينكات المنصات في صندوق الوصف تمام نبتدي طبعا زي ما تشايفين الاسعار الى حد ما ارتفعت النهاردة شوية عشان الاسهم سوق الاسهم في امريكا ارتفع شوية فده طبعا فيه ارتفاعات بعض الارتفاعات يعني يحقق بعض المكاسب شايفين على ارتفاعه ده السم بي خمسمية تمام ويعني ده صاحب ده انت عاش في السوق شوية والجولد طبعا الزهب 1857 كان طلع شوية ونزل طبعا دي السم مع واتش الخسارات اللي فاتت السوق المؤشر خفه الجشع على عشرة فيه خف شديد في السوق هتشوفوا بنفسكم ايه الاخبار اللي بيحصل طبعا لونا في البداية فيه عندكم لونا نزلت على باينانس اللي هي لونا القديمة لونا كلاسيك كان طلعت لغاية 3029 وبعد النزل الثاني 3014 طبعا فيه ريسكة عالي جدا في لونا بس فيه طبعا ولونا الجديدة بستة وشوية دلوقتي على كيو كوين برضو رابط التسجيل اللي حاب تسجل فيه كيو كوين موجود تحت في صندوق الوصف طبعا الاسعار دي كلها عملها ماشية بطريقة هنونية بس فيها ريسكة عالي خلي بالكم مؤسس لونا طلبينه في المحكمة بتهرب من الضرائب وعليه مشاكل كبيرة اليومين اللي جايين دول واحتمال يأثر على الاسعار فربنا يأثر اللي انتو شايفينه ده على الشاشة مجرد عرضه وطلبه ومضربات ليس إلا مش عشان العملة لونة كويسة حاليا هي كانت كويسة زمان تمام نبتدي بقى في الاخبار القوية اقول لكم ازاي بيخدعوكم هم عايزين يقولوا خبر خبر سيء يخوفوكم السوق تبيع بخسارة الاسعار تنزل كمان لما الاخبار تبقى سيئة الاسعار هتنزل قوي فهتحسنك خسران يخوفوك اكتر تبيع بخسارة بعد كده يعملوا هم نفسهم هم هم يعملوا اخبار جيدة يرفعوا السوق السوق يطلع هم يبيعوا وانت تشتري منهم تاني يعني بعت بخسارة واشتريت في الغالي شايفين ده الاخبار دي الكلام ده في الاسهم وفي العملات الرقمية اللي خايف ومرعوب وهرب من السوق يتفرج على الفيديو ده تمام الخبر ده قديم يعني مش قديم قوي جي بي مورغان جي بي مورغان كلنا عارفين مؤسسة جي بي مورغان اقوى مؤسسة في العالم مالية بتتكلم على سوق الاسهم في الصين بتحذر الناس منه ان انت حتخسر اموالك كلها لو استثمرت في الصين الخبر ده كان من من فترة الفترة دي حصل فيها هبوط قوي في الصين في الاسهم فابتدوا يحذروا الناس جي بي مورغان بيحذروا الناس انها تستثمر في الصين تمام يعمل ايه بقى فالاسعر فالمستثمرين الامريكان والعالميين الاوروبيين ابتدوا يبيعوا ابتدوا يبيعوا الاسهم يحصل ايه لما باعوا الاسهم مؤسسة جي بي مورغان تشتري تاني الاسهم دي بعد ما يشتروا الاسهم دي طبعا وناس معينة تباحهم تشتري الأسهم ما اشترواها بخسارة ما ناس باعت بخسارة خوفت الناس هم هم نفسهم جي بي مورجان بيقولك ايه بيقولك حان الوقت الان لشراء أسهم في الصين تمام يعني الوقت المناسب يعني انت منين كنت بتخوف الناس من كم يوم ان اما يستثمروا في الصين وبعد كده بيكذبوا شايفين كذبوا ازاي وبعد كده بيقولك ايه حان الان ان انت تستثمر في الصين طبعا انت بتخوف الناس انها تستثمر في الصين فتقوم تبيع الأسهم عشان انتوا بعد كده تشتروها مش بتكلم على جي بي مورجان بس يا جماعة دي مؤسسات ضخمة كلها شبكة ماشية مع بعضيها هم بيلعبوا في السوق بيحاربوا بعض وبيحاربوا الأسهم الأسهم تنزل هم يشتروها في ناس بتستفاد من الكلام ده برضو نفس الخبر على العملات الرقمية شوفوا نفس الكلام ده على جيمي ديمون اللي هو الرئيس التنفيذي لجي بي مورجان بيحظر كلام ده بتاريخ كام من الزبط السنة 28 مايو 2021 وكنا عملنا فيديو على الكلام جي بي مورجان رئيس التنفيذي جي بي مورجان جيمي ديمون بيحظر الناس انها تستثمر في العملات الرقمية ومن البيتكوين بالأخص تمام يحصل ايه اسعار تنزل تنهار الناس تبيع تخاف يعني الاسعار تنزل وتنزل يوم هم يشتروا البيتكوين ويشتروا العملات الرقمية وبعد كده يجي يقول لك بعدها بسنة بتاريخ 25 مايو 2022 الخبر الاولاني من سنة دلوقتي حاليا الشهر ده جي بي مورجان نفسه بيقول لك البيتكوين قيمته الحقيقية اقل قيمته اكتر بكتير من اللي هو موجود عليه حاليا يعني مفروض انه هو اكتر من كده 28% تمام وهي المحفظة المفضلة يعني المحفظة المفضلة للعملات الرقمية في الاستثمار يعني في الاستثمار في كزا محفظة في المحفظة المحفظة المفضلة بالنسبة لهم هي محفظة العملات الرقمية هم نفسهم بعد ما كانوا بيشتموا في العملات الرقمية وبيحذروا الناس تستثمر العملات الرقمية لما الأسعار انتهت يعني الأسعار نزلت خالص هم نفسهم بيتكلموا الحاجة المفضلة هي العملات الرقمية هنا حتى الخبر ده بيتكلموا على لما تيجي تقرأ التقرير ده والتصريحات هنا بتاعة جي بي مورغان برضو اللي هو كان بيحذر الناس من العملات الرقمية بيقولك إنها أفضل من الريال ستيت أفضل من العقارات يعني العملات الرقمية أفضل من العقارات فهو يعني دلوقتي منين كده ومنين كده أنا أعتقد إن هو نفسه جيمي ديمون هو نفسه شاري في البيتكوين بس هم بيأثروا في السوء يا جماعة بيأثروا في حالتك النفسية لذلك بيقولك إيه الحالة النفسية في الاستثمار مهمة جدا إن انت ما تيقاش ما تمشيش وراء العواطف بتاعتك اللي انت تمشي وراء الدراسة والبحث والحاجة اللي انت بتستثمر فيها هل هي فعلا نكحة ولا لا تستاهل أستثمر فيها ولا لا لها أرباح ولا لا الأهداف بتاعتها إيه مستقبلها إيه فأنت تستثمر مش حسب عواطف السوق إن هو أنت السوق نزل يبقى أنت خلاص بتبيع بخسارة لا خالص أنا وريتك بنفسك أنتو كلكم شفتوا بنفسيكم أن نفس المؤسسة الضخمة وهي نفسها ما جبتش حتى مثلا كذا مؤسسة مختلفة هم هم نفسهم بيدرب لك السوق في الأسهم وفي العملات الرقمية الأسعار تنزل أكتر ففي ناس عندهم هي اللي بتشتري العملات دي وناس عندهم هي اللي بتشتري العملات دي تمام فهي الحرب اللي انت شايفها دي حرب نفسية ضدك الحكومات والمؤسسات الضخمة بيعملوا لك حرب نفسية إن انت تهرب من السوق أو تبيع بخسارة بعد كده هيرفع السوق هيرجعوك السوق تاني بس هتشتري منهم بالغالي وهم اللي هيربحوا من ورق لذلك أنا بقول لكم دايماً أوعد بيع بخسارة دايماً استثمر على المدى البعيد انت كده ربحان على المدى البعيد دلوقتي انت خسران لكن على المدى البعيد انت ربحان أربع أضعاف من اللي انت فيه ثلاث أضعاف من اللي انت فيه حسب حالة السوق بعد سنة بعد سنتين أنا أتوقع على قرب نهاية السنة هتكون الوضع تحسن قبل نهاية السنة هتكون الوضع تحسن إن فيه تغييرات هتحصل بعد شهر أغسطس كتيرة وفيه حاجات هتطور جداً هتبصت لا يتنعش السوق وصول أسهم وصول العملات الرقمية فأعتقد أن الوضع يتغير تماما للأفضل قبل نهاية السنة محتاجة شوية صبر يا جماعة شفتوا بنفسكم خداع المؤسسات لذلك ما تكونش لعبة في إيديهم هم عاملين دلوقتي زي الأب الروحي أو زي اللي بيحرك العرائس هم بيتحركوا السوق العالمي وبيأثروا في السوق العالمي بالأخبار الكاذبة فخلي بالك يا جماعة زي الأخبار رح نشوفها عن الحروب حرب روسيا أوكرانيا والكلام ده كلهم بيقولوا أخبار كاذبة بيحربوا بعض نفسيا لذلك جمد قلبك المستقبل أفضل من النهاردة أنا أسف أن أطول تعليقكم ولا اللقاء في الحلقة القادمة سلام يا جماعة